اعتقلت عناصر الشرطة بولاية امنفاس الثلاثاء شخصا يبلغ من العمر 53 سنة في وضعية غير طبيعية وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب اعتداء جسدي بواسطة السلاح الابيض وحسب المعطيات الاولية للبحث فقد اقدم المشتبه فيه على تعريض شخص اجنبي مقيم بالمغرب ومعتنق للديانة الاسلامية لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الابيض خلال زيارته لروض ضريح مولاي ادريس بافاس وقد تم توقيف المشتبه فيه الذي كان في حالة اندفاع غير طبيعية بسبب وضعيته النفسية كما تم حجز السكين المستعمل في ارتكاب هذا الاعتداء في حين تم نقل الضحية البالغ من العمر 49 سنة للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية وقد فتحت مصالح الامن بحثا في هذه القضية تحت اشراف النيابة العامة المختصة للتحقق من جميع ظروف وملابسات هذه القضية كما يجري اخضاع المشتبه فيه للخبرات الطبية الضرورية للكشف عن وضعيته العقلية في وقت لا زال فيه الضحية يخضع للعلاج بالمستشفى الجامعي بفاس